مرحبا بكم أعزائي في حلقة من الحلقات صناعة العود كل عام وانتم بخير إن شاء الله عيد فطر مبارك عليكم وخلصوا العيد بس حبا لعيدكم في شباب كثير يسألوننا عن ارتفاع الزند ارتفاع الزند احنا قلناها ألف مرة يعني طبعا ارتفاع الزند اغلب يعني الصناع او الناس عندهم مشكلة بالخابور يعني كل واحد يفتكر طريقة ان الزند يجي ثابت يعني مع مع القاعدة يتصمم وعلى اساس ان شنو ما ينعوج الزند طيب انت ليش كل هذه يعني اولا القاعدة يعني مثل عانا انا اسوي الزند دائما من خشب صلب من نفس القصعة زي انت من وين تجيب خشب سمكة ثمانية سانتي مثلا لان القاعدة ارتفاع حوالي ثمانية سانتي من الخلف ومن الامام تصير اثنين سانتي للزند وحتى شغلها صعب ويراد لك خشبة طويلة يعني حتى تسوي منها الزند فهي كلها يعني اشياء صعبة يعني بعض الان ما تلاقي الخشب المناسب او انك تسوي خشب ابيض احنا نسمي باين وود الخشب العبيض دائما هو مو قوي يعني دائما بالرطوب وابل هذا ينحني فافضل شي هو الزند اللي يكون من الخشب الصلب اللي هو من نفس خشب القصعة او من اخشاب اخرى مثلا اذا تتسوي من الجوز القصعة تقدر تسوي الزند مهوقيني قوي وهم يعني كل جزين لاز كزند يعني تلاقي دائما يعني صناع القيتار ما يهتم بالمتانة للقيتار ما يهتم للشكل دائما احنا دائما نسوي اشكال يعني مثلا نسوي الزند من الخشب الابيض وبعدين الغلفة بخشب من القصعة هذا ما يعتقوا نرجع الموضوع لسالفة الخابور يعني الخابور هذا اذا انت تسويه صحيح ما راح ينحني المنطقة هاي ما تنحني بعدين عندك مو بس يعني مو بس المنطقة مالة الخابور عندك بعض الاحيان شي صير مثلا انت مضبط منطقة الخابور عندك الزند نفس هذا نفس الزند ينحني ينحني مع عوامل يعني الزمن والرطوبة والهذا وشد الاوتار بعدين اللي يعين العود يعني العود 12 واتر يعني او 11 واتر ودوزانه نفس دوزانه الالات الاخرى يعني الدوزان العالمي وبعد حاطي لدبل اوتار يعني 11 واتر يعني مثلا القيتار بس 6 اوتار ومفرد يعني انت والعود منا شكل المقاعر هذا يعطي يعني يعطي ضعف يعطي العود ضعف يختلف انا طبعا اكثر شي خبرتي بالقيتار يعني معلوماتي اكثر شي فانا اعرف القيتار كيف تنصنع يعني وهو القيتار اصلا مصنوع مهم يقولك شو دخل القيتار بالعود القيتار هو مأخوذ من العود اساسا حتى جسور القيتارات القديمة في 60 و 50 كانت تجي طولية الآن نبدى يشكله بالجسور كانت كلها نفس طريقة العود بالضبط هوانا درجت بالكلية وكن سويت بحث انا لقيت ان القيتار هي مأخوذة من آلة العود واكثر الآلات هي مأخوذة من آلة العود يعني ففيه ارتباط كبير يعني وليش عنا دائما نقارن للغيتار بالعود لان الغرب دائما يطور وعندهم اجهزة وعندهم يعني يتشاوروا مع بعض يتحادثوا يعطوا اراء يعطوا محاضرات مو مثل العود عود دائما احتبروها شغلة سرية وما حد يعطيك معلوم لكن بالنسبة للغيتار لا يختلف اختلاف كلي يسووا محاضرات يسووا واحد يتوصل الى معلومة او طريقة يعطيها للاخرين ومن بعدين يبدؤون يعني من حيث بدل انتهى لهذا الشخص فهم متعاونين اكثر في اهلة الغيتار لذلك دائما تطور ومع ذلك ايضا القيتار فيها مشاكل نفس مشاكل العود فمشكلة الزند يعني انا لو عملت الخابور صحيح زين فالزند انا ما اضمنه مع مرور الزمن انه يتقوس زين دائما القيتار يحطون يسمونه رود والله لسيت اسمه في رودة هنا والان بعض في صانع مميز يسمونه الزند العياري وشو الزند العياري انت تحط حديدة هنا اذا تريد يرجع الخشب هذا تشد لما تشد هذا الخشب يتعوج الى الخلف لما ترخيل الخشب يرجع الى الامام ولا هو ما ابد ما يتحرك من المفصل ابدا وشو الزند لا يدخل بالهذا هذه هي طريقة يسمونها ترس رود ترس رود بالغيتار هذا ضروري دائما يضعونه زين بعدها الزندها طويل ومع ذلك كل هذه التقنيات ومع ذلك ينحني الزند الخشب الخشب الزند ينحني مش الخابور منطقة الزند المتصلة بالقاعدة الامامية للعود هذه شغلة لازم تعرفونها بعدين شغلة ثانية مثلا ممكن الوجه وجه العود نفسه مع مرور الزمن يخسف لو خسف راح ينزل من ينزل الاوتار هاي بدلا هي مستقيمة بدلا لا تكون الاوتار مستقيمة بهاي الطريقة لما ينزل العود يتقهع عر العود فتهبط الاوتار تهبط الزند يرتفع الجهة الخلفية ترتفع طبعا هاي الأمور تحدث بالعين المجرد انت ما راح تشوفها بس بالقياسات والمصطرة راح تكتشف هذه الأشياء وأثناء العزف يعني انت متعزف تشوف ان الوتر عالي يعني زين هاي كل هاي الأشياء منطقة الخابور هاي يعني اللي يتقنها في عندها مشكلة بالزند يعني ممكن يتقوس عندها بالوجه ممكن يتقوس بسبب عوامل الجو بسبب في ناس استعمالهم جدا سيء للآلة يعني ما يحافظ عليها بحار ببرد بكذا يعني يعني أنا صانع عود بس دائما نحافظ على الآلة حتى لو عندي عواد كثيرة لاقنا حافظ عليها مثل الطفل الصغير ايه في ناس استعمالهم تعبان يعني خصوصا بالمناطق الحارة يعني مناطق الحارة مع الورنيش الشفاف وخاصة لتعرضي لحرارة الشمس هذا الورنيش يسحب حرارة الشمس بدل كمثال يعني مثلا الحرارة اربعين درجة لما يسحب كاسحبها الورنيش يزيدها عشرين درجة يعني صير ستين العود ما يتحمل هاي الحرارة كلاه زين فهاي كالعدسة بعدها همون حط عدسة يعني على الشمس فتقوم تحرقنا العدسة المكبرة نفسها هذا الورنيش نفسه يعني يسحب أشعة الشمس أو الحرارة يسحبها خاصة أشعة الشمس بالأشعة يسحبها ولذلك تلاقي أعوات تتفتت أو الغراء يعني يفتح أو هذا بسبب الحرارة الرطوبة جدا سيئة للآلة للخشب زين أيضا سيئة فعندنا كثير أمور هاي هاي شغلة طبعا راح اطويل عليكم شوية زين الآن نجي على شغلة المصطرة في ناس يسألوننا على المصطرة هاي هي المصطرة أولنا عزائي في أعواد ما فيها مصطرة زين ما فيها أي مصطرة يعني في ناس تحب تحط مصطرة بسبب يعني ارتفاع الأوتار أو شيء العود هذا يعني مصمم صانع من صنعه من البداية هو حدد القياسات مثلا أنا هسا هذا العود أنا حددت ارتفاع الفرس عشرة ملم هاي شوف حتى هاي عشرة ملم هاي الفرس ارتفاعها زين العلو النهائي علو الوتر عشرة ملم زين أنا ضبطت هذا العود على عشرة ملم زين يعني صانتي ارتفاعها من الفرس وهنا أنا حددت اثنين ملم اثنين ملي وهنا عشرين جزء من ملي وأنا أخليها درجة الصفر لما حط هاي الحديدة هاي اللي هي دائما سنتر بها والطريقة أنا قت شارحها لكم في فيديو قديم اللي أنا معلق العود بكلامب وهذا هاي أفضل طريقة إنك تسنتر تحط هذا بهاي الطريقة نفس ما شرحت لكم زين الآن إحنا لو فحصنا منا هذا عشرة ملي ارتفاع وهنا زين حوالي اثنين ملم ارتفاع منا زين وهذا عشرين جزء من الملم هذا العودة ساسا الآن يعني بس تشد للفرس لو أنا شد للفرس وخلاص يعتبر صالح وارتفاع الوتر راح يكون اثنين ملي زين وهو جاهز للعزف يعني لكن أنا لما أجي أريد أحط مصطرة المصطرة ما لها أي دخل يعني المصطرة يجي قياسها موحد الآن هاي المصطرة قياسها ثلاثة ملم السمك ما لها السمك ما لها ثلاثة ملم أنا الآن لو جبت هاي المصطرة وحطيتها هنا لزا أغريتها زين خلاص شراحي شنو عندي مشكلة المشكلة من هذا المفصل إلى هذا المفصل زين لما تحط انت هاي الحديدة هنا زين تقيس تقيس هاي المنطقة زين تقيس هاي المنطقة هنا شوف هاي المنطقة من الدائرة هنا هاي الكبيرة إلى المفصل هذا زين إلى المفصل هذا بس هاي المنطقة بس هنا انت تقيس بالأخير تحط المصطرة هنا وتشوف كم الارتفاع هنا هذا عندي الارتفاع هنا ستة ملم الارتفاع هنا ستة ملم هذا ستة ملم هنا المصطرة لما تحطها أقل شي الوتر بين المصطرة وبين الوتر أقل مسافة لازم تكون أقل شي ثلاثة ونص ملم أو أربعة أربعة ملم حتى ما تقوم يخبط الوتر بهاي المنطقة زين؟ بهاي المنطقة بس هناك هذه المنطقة لا يخبط الوتر ويطلع لك زينة أو هذا زين؟ هسا احنا لو ارتفاع هنا كان ستة ملم أنا عندي خيار للمصطرة سمكها ما عندي خيار إلا أثنين ملم يعني لازم أسوي المصطرة أثنين ملم أكثر من أثنين ملم ثلاثة أربعة ملم حيكون الوتر قريب هنا زين؟ يكون الوتر جدا قريب فحرح يلطش أو أثناء العزف يقوم يضرب بهاي ويسبب لك مشاكل زين؟ فهاي المنطقة من هنا إلى هنا جدا مهمة لازم تقيسها خاصة بالنهاية حتى تحط مصطرة جديدة زين؟ مثل ما قلت لكم الآن العود جاهز بدون مصطرة بس لما تريد تحط مصطرة لازم تشوف القياس وثاني شيء أنت ما تحط المصطرة إلا يكون أساس العود مبني صحيح يعني هذا العود الآن مبني صحيح الزند مركب صحيح والقياسات اللي أنا أريدها مضبطها وكل شيء تمام وهذا الآن العود صالحا يُعزف عليه بدون مصطرة أو مع مصطرة زين؟ المصطرة توضع لما يكون الأساس صحيح تما يصير تبني بيت أساسها غلط يعني زين؟ وتبني طابق أول وثاني وثالث زين؟ لازم يكون الأساس صحيح فأنت لازم أزنت أساساته قبل وضع المصطرة صحيحة حتى تحط المصطرة وهنا تحدد ارتفاع هو يحدد لك سمك المصطرة اللي راح تحطها المكان من هنا إلى هنا هذا لا تهتم فيه حتى لو أنت زودت يعني مو مهم يعني أنت ما راح تحسب لحساب أهم شي الحساب يكون من هنا إلى هنا وهنا تشوف الارتفاع كم وبناءًا عليه من هاي المنطقة أنت تحدد سمك المصطرة هنا من هنا إلى هنا لا تخاف أي سمك تحطه أنت ما راح يصير خلل ما راح يصير لأن هاي منطقة سيدة مستقيمة أي سمك إضافي ما راح يسبب لك مشكلة المشكلة راح تكون هنا ليش لأن هنا عندك الفرس أنت ما راح تقدر تتعبث بيها أساساً أنت الفرس محطوطة أنا أتكلم عن عود فرس محطوطة وكاملة يعني فهاي الفرس أنت ما تقدر تتحكمه بارتفاحها زين إلا تشيلها يعني بس هاي الفرس لو أنت ما قدر تتحكم فأنت لازم يتحكم بيك هذا المكان حتى تحط مصطرة جديدة زين ودائماً يا أخوان هذا اللي تشوفوا بعض الأحيان واحد يحط له مصطرة هالشكل ويعتبر أن العود كله مستقيم لغاية المنطقة هذا كل كله كلام فاضي هذا أصلاً إذا الزند كله مستقيم مع الوجه تعرف هاي المنطقة هتكون عالية حوالي ارتفاحها ستة ملم أو خمسة ملم زين يجب أن هذا الزند يعني إذا مستوي مع العود يجب أن يهبط يهبط من مقدار اثنين ونص ملم أو ثلاثة ونص حسب يعني ثلاثة ونص إلى الخلف هذا لازم يهبط إلى تحت هسا إحنا لو حطينا هاي المصطرة شوف هاي زائي شوف لو حطينا المصطرة بس على الزند تلاقي إن الزند شوف مستقيم شوف ما بي أي فراغ ما بي أي فراغ زين لو حطينا المصطرة بس على هاي المسافة من هنا لهنا ما راح نشوف أي فراغ زين إلا هنا بالنهاية هاي لأن أنا سنفرت هاي المنطقة بس أساساً ما راح تشوف أي فراغ من هنا لهنا ما راح تشوف أي فراغ لكن لو حطينا المصطرة بصورة كاملة معنى هاي المصطرة شوية قصيرة لكن إذا حطينا شوفوا الفراغ بهاي المنطقة شفتوا الفراغ معناتها يعني لو حطينا هاي المصطرة شوفوا هنا الفراغ تلاقي الزند هبط زين زين يهبط من هاي المنطقة ما راح إذا يوضح شوف ولو حطينا المصطرة هنا تلاقي هاي المنطقة هنا مرتبعة هذا الارتفاع اللي هو 2.5 من 3 ملم هو هذا سنتر الوتر زين لازم يكون لازم يكون هذا التكنيك موجود بالغيتار وبالعود إلا الساز عندك الساز التركي أو البقلة ما يسمونها لأن هنا الجسر يكون هابط حوالي ارتفاع ثلاثة ملم بس بالعود انت ما نقدر تخلي الجسر هنا ارتفاع ثلاثة ملم الريشة حتضرب بالوجه لازم مو أقل من 10 ملم أو 9 ملم ارتفاع الأوتار من 9 ملم فما فوق حتى تكون انت بالسيف سايد لكن أقل من هذا بالعود آلة العود ما تقدر تنزل الفرس إلى يعني ارتفاع جدا واطئ حتى شوني يعطيك قياس مضبوط هنا حيسبب لك مشكلة لأن يسبب لك مشكلة يعني راح يصير زنب الوتر ويلطش ويضرب الوتر وما راح تستفاد فهذا هو تكنيك العود كل آلة لها تكنيك معين ولها طريقة فمثل ما قلت لكم الآن يجب أن أساس العود يكون جاهز زين وبعدين هاي المصدر يسموكها ثلاثة ملم تتركب بس تتركب عادي بالغراء وبعد ما تتركب يجب عليك أن تسنفرها من جديد سنفره وتقيس قياساتها مثل ما أنا شارح لكم لأن شنو الخشب هذا منين غيري أبعادها يعني أبعادها وسنكة كلها راح يتغير يعني يتغير أجزاء من الملي فأنت يجب شوف هاي المصدر الآن هي خشنة خشنة من فوق زين يعني أنا دخلتها بالمشين وكان الورق حوالي ستين خشن جدا زين أنا الآن خليت هاي الخشونة بعد ما أركب راح أسنفرها وأتأكد بأن مصدرتي جدا مستقيمة من إهلاله لا وهاي المنطقة بعد مستقيمة وأضربها كلها كاملة وبعدين سوف أبدأ بعدين أخذ قياسات الارتفاع النهائي للوتر من هاي المنطقة ولازم أخلي هاي المنطقة هنا أثنين ملم من النص أقل شي أثنين ونص والعود الشرقي ممكن تخليه أثنين ونص أكثر من أثنين ونص يعني أسمع ناس مدرسين وهاي يقولك ارتفاع أربعة ملم هذا عود أنا اعتبره يعني ساقط لا يصلح للعزف يعني هنا بالكثير أثنين ونص ملم إذا كان العود شرقي وإذا كان العود تكنيك عراقي لازم أثنين ملم وتحت يعني واحد ونص ملم واحد فاصلة ثمانية أثنين ملم يعني أثنين ملم بالكثير حتى يصلح للتكنيك يعني للعزف السريع وأنا طولت عليكم في هذا الفيديو ولكن الشباب كثير يسألوني عن هاي الشغلة وهاي الأمور يعني هاي الشغلة من هي روح العود يعني أنا الآن لو حصلت عود قياساته ممتازة وهو تجاري أحبه يعجبني بالعزف يعني حتى النغاماته تطلع حتى لو هو تجاري لكن إذا عود محترف احترافي وقياساته متعبه ويتععبه أول شيء لأن النغام راح يخرب يعني ما تطلع النغامات بصورة صحيحة ثاني شيء يصير مزعج ومتعب أنت تكره يعني فأهم شيء الصانع لازم يهتم بهاي الأمور وطريقة الخابور إذا تسوت بطريقة صحيحة زين يعني بحيث الزند يكون تجاهها مايل وتحط لي غيراء الأبوكسي يعني عسانا جبت الأبوكسي جديد لما يصله يصير حجرة زجاج يصير زجاج يعني وجدته ورحت اشترت مني يعني دائما عندي جدا مهم الغراء وبعدين حتى الخابور من هذا ما فيه مجال يعني شعرة بس أنا أريد الغراء يدخل بين الخابور يعني والقاعدة بس حتى يمسك العصة هاي الصغيرة مع الطريقة اللي أنا سويها زين فيثبت الزند والمصدر عندي أنا طبعا المصدرة مولة زينة أنا عندي المصدرة من الأشياء المهمة إنها تحافظ لي على لفل الزند من الإنحناء أمام أو الخلف يعني أنا أعتبرها جدا مهمة ليست بس حماية للوجه لا أنا أعتبرها إنها شي ضروري إن يحط المصدرة حتى الزند يظل ثابت مع أنه هو ثابت أنا حتى أعطي قارنتي إن الزند ما رح يتحرك حتى لو بدون مصدرة بس للتأكيد للزيادة أحط مصدرة دائما حتى شنو يثبت مستوى الزند يعني القياس ما للزند ما يتحرك لأن هذا مصدرة ما سكته على القياس لهذا فالمصدرة لا تقدر تروح يمين ولا تقدر تروح هي لازقة بالوجه هو بالزند فالزند ما رح يقدر إش اسمه إلا في عوامل الجو الأخرى يعني الرطوبة استعمال الردي لهذا هنا ما أقدر على هاتي قارنتي لكن بالنسبة للخابور هذا يساعدني كثير وطولت عليكم كثير وهذا الشغلة مهمة جدا ولازم يسئلوني كثير عنها وأحنا طولنا في هاي الحلقة في ناس والله في ناس يعني يقول لك طولت في ناس أغلبهم يقول لا اتكلم يعني يبيني كل يوم أطلع حتى لو أسول في أي كلام يعني بس عجبة يعني يسمع للعود في ناس يعني يعلقوا لك شو طولت ومدرئي يا أخي في عندك في خاصية التسريع يعني تسرع الفيديو لما تحطها في باليوتيوب خاصية التسريع خلينا تكلم سريع تقدر تحطها على هذا بعدين إذا مزاجك يعني هذول الناس اللي هم شوية يعني إذا مزاجك هاي شغلة يعني تعليمية يعني شغلة مهمة فأنت مزاجك إذا ضيق ليش طالع الفيديوهات هاي لا طالع يا أخي يلا مع السلامة وكل عام أنتم بخير مع السلامة